ضمن فعاليات حبلة أثار 46 التوعوية الأولى حول أهمية حماية التراث الأثري والمادي لإمارة الشارقة نظمت هيئة الشارقة للأثار في مقر الهيئة الرئيسي سلسلة من المحاضرات العلمية حول التنقيب والأثار قدمها عدد من الخبراء والباحثين من جمهورية النمسا الاتحادية وذلك بحضور سعادة الدكتور إندرياس لينبا خولت تمسان سفير جمهورية النمسا لدى الدولة وسعادة الدكتور صباح أبو جاسم مدير عام هيئة الشارقة للأثار وعيسى يوسف مدير الأثار والتراث المادي بالهيئة وعدد كبير من موظفي الهيئة والمهتمين بالأثار والتراث الأثري والمادي